عاجل تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق المواطن إبراهيم اللحياني أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة مكة المكرمة بحق إبراهيم بن صلاح بن رابية الحسينات اللحياني سعوجي الجنسية لإقدامه على قتل أحمد بن عبد الله بن مبارك الزهراني سعوجي الجنسية وذلك بتعنه بآلة حدة عدة طعنات أثناء مشدة كلامية بينهم مما أدى إلى وفاته حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأصفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريماته وبحالاته إلى المحكمة المختصة صدر بحقي سق يقجي بصبوت إداناته بما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأييد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأييد من مرجعه وغد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني إبراهيم بن صلاح بن رابية الحسينات اللحياني وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على استدباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفق دماءهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسولنه نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره دمتم فأمن الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته